المؤسسات وهي الجمعيات وما أدراك من الجمعيات والمشكل الكبير اللي كان فيما يتعلق بتمويل الجمعيات اليوم الجمعيات قاعدين نشوفوا في جمعيات قاعدة تحط في القوائم ممتاحة فما شفافية أكثر أحكينا على الجمعيات وعلاقتها ربما بالسجل الوطني المؤسسات سيعد الشويري مدير عام السجل الوطني المؤسسات هو من الأول في سنة 2019 ما كانتش فما تفاهم أو باللسبة لعلاش وجوبية التسجيل من العدمية في السجل الوطني المؤسسات للجمعيات وبعد اتضح أنه في تاردونك الشفافية المعاملات المالية وخاصة مع البنوك فالجمعيات جات ونحكيه على أكثر من ثلاث وثمانيمات جمعية حاليا في ظرف أقل في ظرف ثلاث سنوات تقريبا رسمة تكون موجودة سابقا الليوم الباز قدش فيها الباز والله يحسب الإدارة العامة الجمعيات في حدود الاربع وعشرين الف هذه الإدارة العامة الموجودة في رئيس الحكومة لكن اللي مسجلة عندكم مسجلة عنا في حدود ثلاث وثمانيمات مازلنا بعد نحكيه على ثلاث سنوات فقط لأنه أربع وعشرين الف نحكيه على نصف القرن وفما فوزن ما من الفين وحداش كلنا في ثلاث ألف أنا نصور اللي مش يسجلوا في السجل الواطن المؤسسات هما هما الجمعيات اللي قاعدة أكتيف ناشطة لأنها هي اللي مش التعامل مع البانك لحزاب عندك ميتين وعشرين حزب وفما يمكن عشرين اللي قاعدين هذا ما نتخلش فيه قاعدة تساجل قاعدة تجيل تساجل معناها ما نحن نقوله مقارنة بنعم ناول وسنا في نفس الفترة تقريبا فما في حدود ستي في المياه زيادة إذن أول حاجة ربما نتيجة الحملة قاعدين لاعلمين قاعدين نقوم فيها وأيذن ما ما تنسى واش رأه المؤسسات المالية ما عاش تحب تتعامل مع الذوات المعنوية لعندها وجوب ترسيم في سجل الواطن المؤسسات وما تقومش بها فيصبح ربما من جمش تحلل بانكة حساب في البانك أو حتى في البريد نار آخر وما تنسى معنا شهادة ثيقة إذا لو كان يتعدى بس جل الوطن المؤسسات شهادة ثيقة بالنسبة للبانكة ولا للوطن محمول علىها البانكة واجب بالقانون واجب التحري على الحريف محمول علىها دونك في إطار دونك اللي نورم دقافي أنا مطالبة بيد دونك ستة أوبليغاسيون دونك بخصوص الحريف دونك هذاك عليش ربما الجماعيات قاعدة تجي قاعدة أيضا تقوم بالتحيينة تمتاحها إذا كان غيرت المسيرين قاعدة تقوم أيضا بإداع بعض بعض الجماعيات قاعدة تقوم بكل إداعات الواجبة سواء القوام المالية أو الجلسات العامة كل إجارة قاعدة تقوم به هذا هو تاخد شوية وقت نرجع نفس الحكاية نحكيه على تقاليد نحكيه على ثقافة بشوية بشوية لازم أحنا الدولة هذه كل مؤسسة تخدم معناها جانب من واجبها تقوم به وفي الأخير بكل ناس كل مش تستفيد من المنظومة له الوقت يدين فينا سعادة الشويري مدير عام السجل الواطن المؤسسسي جديد السجل الواطن المؤسسسي تسعاد والله هو الجديد شوف أحنا بنسبين أحنا إن شاء الله من هنا إلى الأخر العام نحاول ونوصل إلى حدود 80% من الخدمات مراقبنا نحن تقريبا في نصف الخدمات مراقبنا حاليا عنا التأسيس بكامله من حجز التسمية إلى آخر موجود معناها مراقبا الجديد نحن نحاول مع الإدارة العامة الجبائية اللي هي بالحصة صراحة إدارة متعاونة معنا برشا وهي أول معناها من غير من هي أول إدارة لدخلت رقبنا في تونس ونحاول أن بش نخلق المعارف الوحيد مع المعارف الجبائي فرض لحظة مهم جدا مع بعضنا وهذا مهم جدا لأنه باش ما تصيرش مباعد لكون فيزون بين أن واحده نخلقه معناها دافع ذرقب وبقى نخليه المؤسسة القانونية ميشي مزالت ما تخلقتش نشكوك برشا سعاد الشويري مدير عام السجل الوطني للمؤسسات يعطيك صح على كل هذه المعلومات القيمة إذا لو كان مشمولين بالواجب التصريح السجل الوطني للمؤسسات ماذا بيكم ماذا بيكم زيدا تدخلوا عن طريق التليفون متاعكم تنجبوا تأخذوا حتى 50% تخفيض إذا لو كانت تدخلوا بالتليفون متاعكم ولا على الأوردينتور بالصفة المرقمة شكرا جزيلا حسنا انتهت